وينضم إلينا من مرجع يوم بجنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية أحمد مساء الخير تحياتي لك أرجو أن تضعنا في جديد الصورة الذي خاصة أن كانت صور اليوم في وجهة الأخبار بهذه الاستهدافات التي قامت بها إسرائيل نعم تحياتي لك في البداية بالفعل صور كانت في وجهة الأحداث هي وقضاء النبطية قضاء صور والنبطية كان من أكثر المناطق التي تعرضت إلى العدوان الإسرائيلي على مدار الساعات الماضية وليس فقط كذلك بل ربما تتعرض إلى مزيد من الاعتداءات خلال هذه الأسناء هناك سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي استخدمت فيها سواريخ ربما تستخدم لأول مرة شديدة الانفجار في هذه المناطق مما أدى إلى إحداث دمار كبير في المناطق المستهدفة وخصوصا في قضاء النبطية وقضاء صور ربما كان تطور اللافت اليوم في صور والنبطية تحديدا هو قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف محيط عدد من المستشفات حيث استهدف محيط مستشفى اللبناني الإيطالي في قضاء صور واستهدف محيط مستشفى تبنين في قضاء بنت جبيل وتحديدا المحافظة النبطية واستهدف أيضا محيط مستشفى النبطية الحكومي في مدينة النبطية هذا كان تطورا لافتا في محاولة لقطع الطرق المؤدية إلى هذه المستشفيات الحيوية في الجنوب اللبناني أيضا استهدف عدد من الطرق الرئيسية في الجنوب اللبناني استهدف أيضا منشآت للبنى التحتية في مناطق متفرقة في مختلف الأخضية وربما التطور الأكثر خطورة في هذه العمليات على مدار اليوم هو قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتطوير وتوسيع عملياته لتشمل مناطق أخرى بخلاف الجنوب اللبناني وخلاف البقاع شرقية الدولة اللبنانية ووصل إلى محافظة جبل لبنان التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأربع غارات جوية على مدار اليوم استهدفت مناطق مدنية ومنازل مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين جراء هذه الغارات الجوية الإسرائيلية في محافظة جبل لبنان سواء في مناطق جنوب العاصمة بيروت أو مناطق تقع شمال العاصمة اللبنانية بيروت خلال ساعات اليوم نعم أحمد فيما يتعلق بحركة النزوح كيف هي الآن يعني كنا نرى خلال الأمس وأول أمس حركة نزوح عالية جدا من قرى الجنوب برأيك هل ما زالت سواء من صيدة من صور أو حتى حيث أنت من مرجعيون ومن باقي المناطق في الجنوب اللبناني هل ما زالت على وطيراتها من الإخلاء أم لا نعم المشهد لم يختلف كثيرا اليوم عن أمس وأمس الأول فالمشهد هو ذاته عن موجات نزوح كبيرة من المناطق المتفرقة في الجنوب اللبناني ربما بلدات لم تتعرض إلى القصف على مدار اليومين الماضيين ولكنها تعرضت اليوم إلى اعتداءات جوية إسرائيلية فبالتالي كانت هناك موجات نزوح كبيرة من هذه البلدات وخصوصا أن الطرق الرابطة ما بين الجنوب اللبناني والعاصمة بيروت شبه متوقفة على مدار اليومين الماضيين بسبب كسافة السيارات وكسافة عمليات النزوح على هذه الطرق فبالتالي هناك عدد من العائلات ارتأت أن تؤجل عملية النزوح ولو قليلا على أمل أن تهدأ الأوضاع في الجنوب اللبناني ولكن على خلاف التوقعات استمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وطيرة عدوانه المرتفع على مختلف البلدات في الجنوب اللبناني فبالتالي موجات النزوح لا تزال مستمرة الأعداد التقريبية حتى الآن أن هناك ما يقرب من 60 ألف نازح مسجل لدى الدولة اللبنانية وربما ضعفي هذا الرقم النازحين غير مسجلين لدى الدولة أي أن النازح المسجل هو من يسجل لدى الدولة اللبنانية ليس له مأوى بديل أو سكن بديل وبالتالي يتجه إلى مدارس أو يتجه إلى أي من الأماكن التي قصصتها الدولة اللبنانية لاستقبال النازحين أما النازحون المسجلون فلهم مسكن بديل إما في العاصمة بيروت أو مناطق في محافظة الشمال ومحافظة عكار تحديدا أو مناطق من جبل لبنان لم يتم استهدافها بعد فهؤلاء يذهبون إلى مساكنهم المختلفة أو البديلة بشكل مباشر دون أن يسجلوا لدى الدولة اللبنانية وبالتالي العدد الإجمالي للنازحين ربما يفوق ما علنته الحكومة اللبنانية اليوم بما يقرب من 60 ألف نازح والعداد النهائية ربما ستصدر بعد حصر دقيق تجريه الدولة اللبنانية على مدار الأيام المقبلة